أنا أعتقد أن جمهورية الصين الشعبية قفزت قفزات كبيرة في مجال التكنولوجيا سواء التكنولوجيا المالية أو التكنولوجيا بشكل عام وأيضا الذكاء الاصطناعي الصين عندها قفزات نوعية الصين في المستقبل ستكون هي اللاعب الأكبر في العالم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أنا أعتقد أن اليوم في تعاون ما بين الجانبين السعودي والصيني في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام سواء المالية أو غيرها من المجالات الأخرى أعتقد أنه نسير في طريق جيد ولكن أعتقد أنه بيكون أكبر وأعمق في السنوات القادمة بشكل كبير جدا ترجمة نانسي قنقر